أكد الرئيس الأوكراني فلاديمر زيلنسكي نيته في التوسع ببناء أنظمة الطاقة الشمسية في بلاده لتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء التي تأثرت بشكل كبير بسبب الهجمات الروسية وأشار زيلنسكي إلى تكليف الحكومة بتقديم برنامج على الفور من أجل تشجيع تركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في أوكرانيا وبموجب البرنامج فإن السكان الذين يقومون بتركيب الألواح الشمسية سيتمكنون من الحصول على قرض بدون فوائد وقال زيلنسكي إنه تم اتخاذ إجراءات لحماية منشآت الطاقة من الهجمات المستمرة التي تشنها روسيا وتم وضع مواعد نهائية محددة لاستكمال هياكل الحماية